السلام عليكم متابعي وشاق الخياطة والتفصيل كديري لبس عليكم نتمنى تكونوا بألف خير بصحة جيدة ان شاء الله في الفيديو اليوم سنرى طريقة خياطة المرض بالسنسلة ولكن يجي مغطة كيف مما تشتو في الصورة طريقة جيد سهلة ومبسطة للمبتدئين انا اخذوا مثلا هديها البياسة دينا اخذوا العنق نكونوا نزلي 8 سنتيم نحددوا المنتصف دي الدورة العنق للأمام ونفتحوا البياسة دينا ونجيبوا السحاب دينا ونضعوا بهذا الشكل هذا لا نقوم بتطول دينا كامل لانه تكون طويل بزاف يعني تكون 20 سنتيم نضعوا فيه حناية غير 18 سنتيم نضعوا 1 سنتيم ديال السحاب من الاسفل ونضعوا بهذا الشكل هذا في السحاب وحتى في التوب هنا نقلبوا نضعوا من الداخل في التوب سوف نضعوا مسترة دينا سوف نضعوا خط مستقيم من المنتصف ديال العنق ديال الأمام للأسفل سوف نضعوا من هذا الخط من كل جهة سوف نضعوا 1 سنتيم كيف تشوفوا دیکشي اللي عندنا في السحاب ب Ariana ونضعوا خط مستقيم سنجيه في الواسطة نطلع واحد سنتيم وكننا اسمو هاد المثلة هادا بهاد الشكل سنجيبو السحب دينا ونحطوه بهالطريقة هادي بحيث يكون الوجه هو الفوقاني كيف مما كتشوفو هانتما يكون الوجه تسحب هو الفوق كنفتحوه وكنننجعوه كنقلبوه بهالشكل هادا الجيهة ديال السمسلة تكون الجيهة ديال التركيز كنحطوه بهالشكل وكنخيطوها وكنوقفو عند ذاك المكان اللي تراصينا فيه نفس الطريقة نديرو الجيهة التانية شوفو كيفاش كنقلبوها وكنخيطو بنفس الطريقة وفي الاخير فاش كنوصل داك النقطة كنتبتو الغرزة ديالنا دا بغادي نجيبو الميقص وعا غادي نفتحو طوق ديالنا من ذاك الخط اللي رسمنا في الاول الخط اللي يجي في الوسط فاش كنوصلو داك المتلت كنفتحوه بهالشكل هادا اللي احسن هنستعملو ميقص صغير باش ما تبشيش تقيصو يعني السحاب وتقطعوه حتى هو دا بغادي نقلبو السحاب ديالنا شوفو كنقلبوه بهالشكل هادا صافي وكنسدوه وغادي ندخلو هاد الزيادة ديال السحاب للداخل ديال توب وكنخيطوها مع داك المتلت اللي كننا قطعنا هاكا كيجي الشكل ديالو هادا هو الطوق دابا غادي نديرو داك المرض اللي كيجي مغطيه هنا القياس ديال هاد القطع هادا في العرض ديالها هو العرض ديال ديال السحاب 4 سنتيم والطول ديالها هو الطول ديال ديال توق زائد 1 سنتيم من الاسفل صافي هنا غادي نحطوه بهالشكل هادا كيف مما كتشوفو وغادي نخيطوه على بعد نصف سنتيم ودك سنتيم اللي كي بقال لنا من الاسفل زيادة كنت نتنويه بهالشكل كنخيطوه ونتبتو الغرزة ديالنا صافي دابا غادي نقلبوه لمرض ديالنا بحال هاكا هنا غادي نحييض هاد القنيتة هادي باش ما تبقاش شبلية وغادي نخيط من الاسفل باش نتبت هاد المرض ديالي غادي ندور بالخياطة وغادي نطلع 1 سنتيم ونعود ندور الجهة الثانية باش نحصل على الشكل اللي تيكون عندنا يعني في الملابس اللي جاهزة صافي كي جيني ذاك المربع بالخياطة ها نتو ما شوف كيفاش كي جي دابا غادي نعود على المرض ديالي من هاد الجيه هادي من الوجه ديالتوب وكنخيطوه على الحرف ديالتوب ما كنبعدوش سنتيم او لانيس سنتيم كنخيطوه على بعد 0.1 باش كتجينا الخياطة مطقونا وكذلك من الجهة الثانية من هنايا كنعودو الخياطة على الوجه باش نتبتو دك السحاب من الداخل صافي غادي نفيني السحاب ديالي من فوق نحيط دك الزيادة ديالتوب وديال السحاب كذلك وهاكا كيجي شكل ديال المرض ديالي بالسحاب يعني مغطي كيجي شكل دياله رائع يديروه يعني في الملابس ديال الوليدات او لفي البيجامات ديالكم بالنسبة للنساء اللي تيرضعو كيجي شكل ديالهم بزوين وساهل في اللبس كيجيب حلاكة وبالنسبة لفينيسيون ديال الكل كتبقى اختيار انتم ما شنو غادي تديرو في الكل ممكن تتفينيوه بشريط ديال بي فقط او لا تديرو كل شوميس كيبقى لكم انتم الاختيار كيف ما كتشوفو كان هذا هو الفيديو ديال اليوم وانتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفتو منو خليوا ليتعليقات ديالكم وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة